برحة نشدنا نسولث بطلابة ربع الله وما حصل في بغداد وكيف الناس تابعت هذه القضية لأنه الناس لما تتابع أتريد شوف شو اللي دي يصير وشو اللي دي يجري في هذا البلد اليوم نروح إلى ربع الموازنة الولد صار لهم ثلاثة شهر يتناقشون ليلا مع نهار في قضية الانتهاء من الموازنة والموازنة معناها قوة الناس فلوس الناس التي من خلالها تستطيع أن تديم نفسها هاي مو المرة الأولى اللي احنا ندخل بالربع الأول من السنة الجديدة والبرلمان واللجنة المالية وقادة الكتل يتباحثون في قضية لا يصلون لها أو بها إلى حل ولا ندري هل القضية معقدة إلى هذا الحد التي تأخذ كل هذه الشهور نقاش وهن مثل ما يقولون العرب خلالات العبد تجيبونهم مننا تودونهم مننا أنا ما أدري حتى الناس تستطيع أن ترى ماذا يجري وبالتالي تعطي للبرلمان أو النائب الحق في التفاوض ومن ثم تبدي آرائها فيما يخصها وبالتالي تكتشف من هو كان على حق ومن هو كان على باطل ومن هو كان يظلل ومن كان يريد أن يستثمر ومن كان يخدع ومن كان يصدق ومن كان مخلصا ومن كان وفيا ومن يحاول أن يلبس توب الوطنية والفقراء اللي هاي المودة الجديدة الطارعة هسة على الوليادات لا خلونا نشوف ليش ما ليش ما نشوف الموازنة احنا مثل ما شفنا قانون الانتخابات وما درانا الشؤون ترشحوا المفوضية وما درانا بغيرها وما درانا بغيرها ما المانع ولذلك أنتم الذين تجعلون منا ومن الآخرين أن يشككوا بكل ما يجري أما أن تطلع أنت لتقول هذا ولتقول ذاك وهذا حصل وذا أنا مو بابا مو عمو أنا متلميذ عندك حتى أنت تملي وتغطب أنا شعب أنا صاحب الإراءة إذا كنت نائب فأنا بخليك نائب وذا كنت رئيس فأنا بخليك رئيس وذا كنت وزير فأنا بخليك وزير خليني أشوف مصالحي اللي أنا أوكرت لك المهمة نعطي لها ليش الموازنة طبت وطلعت وقعدت وتناقشت وتخاصمت واتفقت وتحاصست وإحنا ما ندري ليش شعبا ما ندري ليش ما تنشر ليش نسبحها منكم لا أنتم يجب أن تسبعوا مننا فينا الخبير وفينا المتخصص وفينا الاقتصادي وفينا الأستاذ وفينا الجامعي وفينا الذي يفهم وبالتالي نعمل على خلق رؤية المشتركة ماشي ثلاثة شهر ماكو موازنة كلا يدلو بدلوه ويقال أنه الموازنة في هذه الدورة لعبة انتخابية قبلها قالوا هذه الموازنة قنبلة ستنفجر على الحكومة عدلوا التعديلات صارت دعايات انتخابية لكونتونات ولدوار انتخابية كلا يريدوا أن يذبها ماشي هذا اللي انتو تقولون على بعضكم هس ان شاء الله الله يسهل علموا اليدات وراح يقرون الموازنة وتنقر الموازنة ان شاء الله بلص الرابع ببداية الرابع مو مهم لكن السؤال اللي يطرح نفسه ماذا بعد أن انقرت الموازنة اش راح يستفاد المواطن من الموازنة راح نرجع الموازنة سبعين بالمئة منها اللي راح ترواتب وعدنا ديون وفوائد الديون زين العريان يشتري لثوب المريض يطبب القاعد من الشغل لقي لشغل الشارع يتبلط اننا بدنا على بنكة بالكهرباء تعيد سيادة وهابة الدولة اللي ثلث شعبكم تحت خط الفقر اتعالج الموازنة خلينا نفهم كل سنة هالشكل بعدين راح نطب الواحد وعشرين التسعطاش بيا حسابات ختامية الاثمنطاش بيا حسابات ختامية الارباطاش بيا حسابات موضوع متعب معقد اشتركوا في القناة